هذه المنطقة يسكنوها أغلبهم موظفي من السكك وعوائل تعبانة يعني تعبانة حيل العوائل تقريبا أكثر يعني ما يقارب أكثر من 300-350 عائلة فالمنطقة هذه ما بيها مسؤول لو بيها مسؤول ما كان صار اللي صار بنا لأن كلها عوائل تعبانة وعوائل يعني على قدر حالها فيعني تفاجئنا أسعى باللي رأي يصير وأصلا هاي الشوارع تعبانة ما تتحمل لا صهاريج ولا تتحمل سيارات كبار ولا شيء أسعى كلها المجاري مالها يعني دايسة والشارع حيل ضيق يعني أثرت على المنطقة بشكل يعني بشكل ما يوصف جاينا شفنا سرعي سألوا أدا يفتحوه سدوا يعني يفتحون سادر الترابي على المنطقة عائدول السكنية يابا ليش يفتحوا قال إحنا نسدوا لأن السباب أمنية يابا من المنطقة نحترق قال تغرقون أحسن ما تحترقون يابا أش أن نحترق أخذوا لأنه لازم أكو شيء سمعين شيء أكو أسموه شيء أمني خوافكم قلونا حتى أحنا منطلع من نعرف البيوتنا منطلع بالنسبة للشارع السيلة الشارع صار له 51 سنة 51 سنة هذا الشارع يغلق فهذا قرار قرار غير صحيح